نخش بقى في البشرة العادية هنخش الوقتي في الجفة بس نخش في البشرة عادية ترمس مطحون تاني وعلي لابن تمن أو هنقول معلقتين ترمس مطحون على معلقتين لابن 2 و2 ونخسل بيهم وشنا بعدها ميا فترة ده ميا وشامبو أطفال وزيت لوز حلو نحطهم على بعض نفس القصة على وشنا وانا هطلب منكم حاجة بس لما احنا نستعمل اي وصفة من الوصفات دي مش هنحطها على وشي وبعدين نيجي نقوم عاملنا بالمية يعني نحطها على وشنا ونسيب البشرة تشرب الوصفة دقيقة دقتين ندلك البشرة واحنا بنعمل الوصفة علشان المسام تتزبط والبشرة تنضف والجلد بتاعنا يبقى شكله كده زي الأطفال دي تاني وصفة تالت وصفة ربع كوب خلته فاح لا عفوا ده الربع كوب خلته فاح ونص عسل وزيت شجرة الشاي التلاتة دول مع بعض ده زيت شجرة الشاي وخلته فاح وعسل حنحطهم على بعض الشكل ده كده طبعا هو صعب جدا نحن نحفز كل وصفات بقى قطع منكم شوية انا بس عايزة اقواليكو هو هيبقى اعمله ازاي لان ده كمان مهم جدا 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 للبشرة العادية اهو بصو يعني هو هيبقى هو ده الملمس بتاعه اهو ده نحطه على البشرة ونحب بيه دقتين تلاتة ده عسل نحب بيه دقتين تلاتة وبعدين نشطف بمية فترة بس نشطف كويس قوي انا عملت ليه الملمس بتاعه لان هو هيبقى ممكن يبقى مكالك على البشرة فمحتاجين في الوصفة دي ان احنا نغسل وشنا كويس قوي